أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل عباد الله الصالحين في السماوات والأرضين وكل العالمين إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه أيتها الأخوات البرات الكريمات أيها الإخوة البررة الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته هذه كلمة موجزة متواضعة لكم أيها الأحبة في موضوع حماية البيئة الطبيعية ونقائها وطهارتها من كل درن وقذر والبيئة أيها البررة الكرام هي كل ما حولنا ويحيط بنا من ماء وسماء وهواء وغبراء وصحراء وخضراء هي كل ما يعيش معنا في هذه الأرض ونعيش فيه من أجوائها وأحيائها وأشيائها سخرها الله لنا لنستفيد منها في جو هذه الأرض في كل حياتنا نعيش على أرضها ظاهرة وباطنة لتكون لنا عونا على عمارتها وزينتها بما يصلحها ولا يفسدها ولتبقى لنا نافعة طيبة لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يحب الفساد في الأرض ولا إهلاك الحرس والنسل فقد شاء سبحانه فأحيانا في هذه الأرض ومنها وعليها كأنها أم رؤوم لنا ببرها وبحرها وجوها كلها صلاح وإصلاح وإذا ظهر فيها الفساد فبما كسبت أيدي الناس وخصوصا ذلك النوع من الناس الذين لا يرون إلا الكسب المادي في أبشع مظاهره فهم لذلك وبه لا يرون أبعد من أنوفهم فيستغلون الأرض الطيبة وناسها وأحياءها وكنوزها للربح المادي ويستنزفون خيراتها ويسممون منابع الخير فيها ويفسدون من حيث يتوهمون أنهم يصحون ويخربون من حيث يظهر لهم أنهم يعمرون ويهلكون الزرع والضرع من حيث يظهر لهم أنهم يطورون وينمون ولله الأمر من قبل ومن بعد ولقد كان سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صاحب أكبر قلب خفق بحب أرض الله الطيبة ببرها وبحرها وسمائها وهوائها وجماداتها وأحيائها لقد أحب سماءها بنجومها وكواكبها وسحابها وصفائها وزرقتها واتساعها وهاهم بعض الناس ممن أعماهم الطيش يتسببون في انقراض أنواع وأنواع من الأحياء لمجرد شهوتهم العارمة للكسب والامتلاك والاستغلال والحق أيها البررة الكرام أيها البرات الكريمات أن الإنسان الحق كائن مكرم مفضل معلم مسؤول محمل أمانة العلم ومسؤوليته لإحسان القيام على هذه الأرض ومن فيها وما عليها في غير ظلم ولا جهل وله نفس سوية ملهمة فجورها وتقواها ليعرف أن الخلق جميعهم عيال الله وأن أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله ليسعد بالتوافق الموفق السعيد مع الطبيعة يحبها ويسعى لخير جامدها وحيها ويعيش معها في سلام وإسلام وإن هو فكر في أن يعيش لنفسه لينتفع هو فقط بأنانيته وأثرته فإنه سيعيش في صراع مع بني جنسه من الناس ويعيش العياذ بالله معيشة ضنكا خائفا مرتعشا حذرا متوجسا سيء الظن وعلى المدى البعيد والمتوسط والقريب فإن هذه الطبيعة بإذن الله ستطهر نفسها من ظواهر غير عادية هي من الفساد الذي يظهر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أيها البررة الكرام إن البيئة كما نفهمها صراحة وضمنا في لغة القرآن هي المنزل وهي المحيط من حولنا ومنزل كل امرئ هو مأواه وأمنه وكنفه وسكنه هو مكان هدوئه وراحته وأمنه ونومه حيث يعايش أهله وولده وجيرانه وأصدقاءه وزواره وهو كل مكان ينزله المؤمن الواعي المسلم المسالم الآمن وما أجمل وما أجمل أن يحل المؤمن آمنا مؤمنا مطمئنا في بيئته أينما حل منها وارتحل يعيش في رحب وسعه في منزلها النظيف الذي يرتاح فيه للنظافة والطهارة والجمال والأمن أيها البررة الكرام من منازلنا أيضا على الأرض المساجد فنحن بإيماننا وإسلامنا مأمورون بتطهيرها وتنظيفها وتطيبها وتنويرها وأي صلاة لنا إذا كانت هذه المساجد بغير بدن نظيف وثوب طاهر ومكان جميل الجمال السابغ الساتر الذي يحميها ويقيها من كل شر وضر لقد عرفنا ربنا قيمة الحياة في كل هذا الكون الجميل والحق أن كل كون ربنا من حولنا جميل ولقد حبب إلينا الله تعالى خيرات هذه الأرض من حولنا وفيها ومعها وبها وسخرها لنا لنتوافق معها ونحميها ونعمل على زيادة خيراتها وحذرنا من تشويهها وتلويثها وإيذائها وجعل لنا الإسوة والقدوة الطيبة في سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو الإنسان الطاهر الأمثل الذي عرف للطبيعة والحياة حقها ودعا إلى صيانتها في كل الأرض الطيبة بكل جمادها ونباتها وسمائها وحيوانها ونباتها لنحيا في ظل رحمة الله بذكره وشكره وحسن عبادته وتطهير أرضه والعناية بها والحرص على نظافتها وعدم تلويثها وذلك على تقوى من الله فإننا إذا فعلنا ذلك نستنير بنور الله ويعلمنا الله تبارك وتعالى كذلك ألا نستهين بأي صغير أو كبير من خلق الله على أرض الله والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين